الآن يجب على العملاء إظهار دليل على التطعيم لدخول المحلات في دبي باعتبار من الأول من شهر يونيو سيقتصر حضور جميع الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والتجمعات الاجتماعية الكبيرة في دولة الإمارات العربية على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم فقط ويقول العاملون في قطاع الفندقة أن هناك تراجعا طفيفا في عدد النازلين النقطة أساسية هي ما دمنا نشرح لهم الوضع بوضوح وهم يفهمون أن هذا الغنون اتخذته البلدية وأنهم تم وضعه لضمان سلامتنا جميعا أعتقد أن معظمهم سيفهمون الأمر بدأ أن أرى الوافدين الذين تحدثنا إليهم تدعم سياسة التلقيح للدخول إلى الأماكن العامة إذ أنها تعيد الحياة إلى طبيعتها يمكن أن تكون مراكز تسوق ويمكن أن تكون محالات السوبر ماركت التي لا بد من تلقيح للدخولها يجب أن يكون ذلك من أجل حماية الآخرين وحماية أنفسهم أرى أنه لبعث أن نعرض الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذا يعيد انتهاكا لخصوصية أكثر من إظهار أنك تلقيت لقاح ظلت الحكومة البريطانية تبحث على سبيل المثال الدور الذي قد تلعبه وثائق كوفيد في إعادة إقامة الأحداث الاجتماعية الجماهيرية لكن الاحتجاجات المناهضة للقاح مثل هذا تظهر أن الأمر سيكون أصعب مما هو عليه في دول الخليج الأكثر تقييدا المملكة العربية السعودية قطعت خطوة أبعد من الإمارات العربية المتحدة فاعتبارا من الأول من أغسطس سيكون التطعيم مطلوبا لدخول أي مؤسسة حكومية أو خاصة أو تعليمية أو حتى استخدام وسائل النقل العام لكن بالطبع ما حافز مالي يمثل التحدي الذي يواجه الحكومات في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم في كيفية جعل أكبر قدر ممكن من الاقتصاد يعمل بشكل طبيعي بأسرع ما يمكن والسلاح الرئيسي في تلسانتهم الآن هي اللقاحات لذلك أعتقد أن استخدام اللقاحات للمساعدة في إعادة تعريف وتقديم جيل جديد من عمليات الإغلاق أو الكيود هي الطريقة الذكية للتعامل مع الوضع ولكنه سيتطلب قدرا أكبر من الشفافية والتعاون بين السلطات المختلفة حول أنواع اللقاحات التي تلقاها الناس وأين حصلوا عليها وأرقام الدفعات التي حصلوا عليها ربما تتخذ دول الخليج بعض الخطوات الأولى نحو القيود القائمة على اللقاحات من أجل التنقل لكن قد يتطلب الأمر امتثالا عالميا لجعله لنظاما فعالا